جددت نقابات العمالية المركزية بالمغرب تحذيرها الحكومة من تبعات ما سمتها قراراتها اللاشعبية التي قالت إنها تستهدف القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين واتهمت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماع بالدار البيضاء اتهمت الحكومة بعدم الوفاء بالتزامها بتنفيذ اتفاقات سابقة وتحسين الأجور وتعاميم الحماية الاجتماعية وتشغيل الشباب ومحاربة البطالة وكانت النقابات الثلاث قد نظمت مسيرة احتجاج في أبريل الماضي بمدينة الدار البيضاء شارك فيها آلاف حملوا فيها رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران مسؤولية ما سمته تردي الأوضاع الاجتماعية لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط أستاذ علم الاجتماع علي الشعباني سيد شعباني ما حدث في اجتماع اليوم بين النقابات الثلاث والتحذير المواجه للحكومة أي نوع من المواجهة يفتحه بين الجانبين لا هذه المواجهة ليست ولدت اليوم هي منذ تولي هذه الحكومة السلطة الحكم فلذلك كانت هناك دائما أخذ ورد وتجاذبات متعددة فيما بين الحكومة وما بين النقابات وخاصة بأن معظم النقابات هي تابعة لأحزاب في المعارضة لذلك فهي تدافع عن القضايا التي تريد أن تكسب بها أوراق أمام الناخبين في الانتخابات المقبلة وخاصة نحن الآن مقبلين على انتخابات الجماعة المحلية في السنة المقبلة 2015 وانتخابات تشريعية في 2016 فمعنى ذلك أن هذه التجاذبة الآن هي كتسخينات سابقة لأوانها ما بين الحكومة والنقابات وكذلك الأحزاب السياسية لأنها حقيقة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية متأزمة وهذا أمر ليس وليد اليوم أيضا فالمغرب دائما كان يعرف ارتفاع في الأسعار وزيادة في الأسعار المواد الاستهلاكية ولكن الآن هذه المسألة تدخل في إطار الصراعات الثنائية فيما بين الأغلبية في الحكومة والمعارضة التي تحاول أن تستعمل أيضا سلاح المقابات إلى جنبها سيد شعباني تأتي في خضم الإصلاحات التي انتهجها المغرب قبل نحو ثلاث سنوات ما وصفته بالتسخينات السابقة من قبل هذه النقابات ألا يمكن أن يذهب إلى أبعد من التلويح والتحذير فقط في انتهاج أساليب أخرى كالإضراب مثلا كانت إضرابات دائما تهدد بالإضرابات وهذا أمر غير مستبعد لأن عندما نستعمل بعض الأوضاع الاجتماعية ونستغل الأوضاع الاجتماعية ونستغلها سياسيا أن لو الدليل معارضة أن تستعمل كل الأسلحة من أجل كسب المعركة إذن فالمسألة غير مستبعد أن يكون هناك تصعيدات أن تكون هناك إضرابات وأن يستعمل لأن المسألة مسألة من سيربح المعركة فيما بعد ومن سيتولى الحكم في الانتخابات المقبلة ولأن هذه النقابات مثل ما ذكرت سيد شعباني تتبع أحزاب سياسية معارضة الآن كيف يفترض أن تتعامل الحكومة مع هذا المجال الحساس نوعا ما خلال هذه المرحلة المقبل عليها استحقاقات سياسية في المغرب أنا أعتقد بأنه مهما استعملت الحكومة الآن من وسائل لإقناع النقابات أو لإقناع الأحزاب المعارضة بطروحتها أو بمشاريعها الإصلاحية فأعتبر بأن المسألة لن يتم التوافق حولها إلا بمن سيكسب المعركة في الانتخابات المقبلة لذلك لأن هذه ليست أول مرة لأن الحكومة منذ توليها الحكم من 2011 فنجد بأن هذه التجاذبات وهذه التهديدات بالإضرابات والدخول فيها أحيانا ولو أنها قطاعية أو لم يكن هناك توافق لكل هذه النقابات أو الأحزاب السياسية ولكن كانت تكون إضرابات واعتصامات واحتجاجات من طرف بعض الأحزاب أو بعض النقابات على انفراد للوصول لأن المشارع التي تقترحها الحكومة فهي غير مقبولة بالنسبة للنقابات لأنه لم يحصل عليها توافق شكرا لك علي الشعباني أستاذ علم الاجتماع من الرباط شكرا لك